يسعد اوقاتكم احبائي واهلا وسهلا فيكم بقناتي ملكة المطبخ السوري اليوم رح اعمل فيديو بيختلف عن العادة وهو ترنت حاليا حبيت شاركو معكم وهو حلوة كورية بتنعمل باشكال مختلفة وبطريقة سهلة يلا نشوف الطريقة عندي عن الغاز بجيب معلقة كبيرة معدنية بدي حط فيها معلقتين من السكر تكون معلقة غميئة بحط هالمعلقتين بهالشكل هاد وبتركون ما بحركون حتى بشوف الاطراف دابت وهلا بحركون وبوطي الغاز تحتون حتى ما يحترق السكر عندي وبتابع بالتحريك وهون ممكن إذا بدي ضاعف الكمية بحطهنه بإناء أكبر وهي الكمية المعلقتين بتعطيه رص من الحلوة وهيك داب هلا هون عندي السكر بشكل كويس هون هون رح أضيف رشة من بيكربونات الصودا وبحرق مجرد ما حطه بلاحظ انه صار فيه هك هالفقاعات عندي وتغير اللون فبرفعه منع النار وبطفيه الغاز تحته وهون مباشرة بدي يصبها وهي ساخنة على صينية مدهونة صينية معدنية تكون مدهونة بزيت نباتي وبحاول انه أضعها بسرعة للكراميل هذا حتى لأنه مباشرة بيجمد عندي وهلأ بجيب صحن كمان مدهون أسفله بزيت نباتي وبضغط عليها لعدد ثواني حتى تعطي شكل مسطح ومباشرة كمان بجيب الطاعة على الشكل البدية هدا شكل هون شكل قلب بقطع فيها بحيث ما توصل لتقطع للنهاية وهيك صار عندي هاد الأرص جاهز وهو ما بلتصق لأني داهنية الصينية فيها وهون هي هاي الحلوة فيها نوع من التحدي انه لازم خلال مده معينة بواسطة إبرة انه أفصل هالشكل اللي عملته عنها فأنا أول طرف مش الحال مفصل عندي رح أشوف رح أشوف إذا بقدر كمل هالتحدي هاد وأفصل شكل القلب بيتابع هيك بالواسط الأبرة واخص فيها هاي كيك بس للأسف ما مشي التحدي معاي ما اكتمل الشكل فأنا هوني بدي استفيد منها هي كتير كتير طيبة هاي طعمتها عملتها على شكل قطع صغيرة كسرتها على شكل قطع وعندي قطعة كيك زينتها فيها طبطعتي شكل حلو وطعمتها طيبة إذا مع الكيك أو غيرها عملت بهالشكل هاد وهي إذا هيك حبيتوا هالفكرة هالتسلية هاي جربوها ولا تنسوا تحطوا لي لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة